فوائد شرح كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لابن تيمية حسن الله إليكم قال رحمه الله ولما دل عليه معنى الكتاب جاءت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنة خلفائه الراشدين التي أجمع الفقهاء عليها بمخالفتهم وترك التشبه بهم ولما دل عليه معنى الكتاب جاءت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنة خلفاء الراشدين التي أجمع الفقهاء عليها بمخالفتهم وترك التشبه بهم نعم لما نهى الله جل وعلا عن موالاة اليهود والنصارى وموالاة الكفار عموما جاءت السنة أيضا بهذا وجاء عمل الخلفاء الراشدين بعد الرسول صلى الله عليه وسلم فيما جاء به الكتاب من عدم موالاة الكفار قال ففي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن اليهود والنصارى لا يصبغون فخالفوهم أمر بمخالفتهم وذلك يقتضي أن يكون جنس مخالفتهم أمرا مقصودا للشعر نعم فالرسول صلى الله عليه وسلم أمر بمخالفتهم حتى في لون الشعر لما كان اليهود لا يصبغون يعني لا يصبغون الشيب ولا يغيرون الشيب أمر الرسول صلى الله عليه وسلم إن اليهود لا يصبغون فخالفوهم وهذا الأمر فسره العلماء بأنه أمر استحباب وأن عدم صبغ الشيب مكروه وليس محرما بدليل أن بعض الصحابة لم يصبغوا فدل على أنهم فهموا أن هذا الأمر أمر استحباب وأن نهي عن عدم صبغه إنما هو كراه التنزيه نعم قال وذلك يقتضي أن يكون جنس مخالفتهم أمرا مقصودا للشعر ولذلك بقي بعض العلماء الربانيين لا يصبغون وزيحاهم تلمع بياضا لأنهم فهموا من الأمر أنه ليس للإلزام